مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني تبدأ بتحديد أدواته وتفكيكها وفضح مخططاته والتحذير منها يقوم بهذه المهمة الإعلام المناهض لما تسمى صفقة القرن حول هذا الموضوع نظمت في مدينة إسطنبول ندوة بعنوان إعلاميون في مواجهة صفقة القرن والتطبيع برعاية المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج وبيت الإعلاميين العرب وتجمع الإعلاميين الفلسطينيين في تركيا هذه الندوة تركز على الدور الإعلامي للعرب والمسلمين والمناصرين للقضية الفلسطينية في إيصال صوت الفلسطينيين عندما تعرف أن الإعلام دور مركزي في إيصال الصوت كثير من القضايا تحسن في الإعلام كثير من المشاكل أيضا تحسن في الإعلام الإعلام هو الصوت للمظلومين بالنهاية أي قضية في العالم مهما كانت إذا لا يوجد إعلام يضر هذه القضية فتموت الندوة بحثت في دور المؤسسات الإعلامية وأفرادها في تشكيل وعي ثقافي يواجه صفقة القرن ويحصن الحالة الشعبية العربية والإسلامية من محاولات اختراقها لصالح الاعتراف بالاحتلال واعتباره أمرا واقعا وجزءا من جغرافي المنطقة نرى أن هذه الصفقة وهذه الخارطة للدولة المرتقبة تحمل خيالا مريضا ونحن في الإعلام الحر لا نحب أن نتعامل مع الخيال المريض نحن دورنا هو فضح هذا الخيال المريض الأمريكي والصهيوني وشعب تركيا مع فلسطين لأننا يرون لو خرجت الفلسطين من أيدينا سيكون في المستقبل إسرائيل تحاول تفكك في عالم العربي والإسلامي مع بعض المواجهة لا تستهدف التطبيع السياسي فحسب ثم تطبيع أخطر وأعمق إنه التطبيع الثقافي الذي تحاول الأذرع الصهيونية الترويج له في مجالات الرياضة ودراما والأدب والفن بالمعنى الاستراتيجية تطبيع الثقافي والاجتماع والاقتصادي أخطر لأنه يراهن على اختراق الوعي الشعوب العربي والإسلامي آخر الحصون في التصدي لكل محاولات تقسيم المنطقة ومحاولات ضرب أولوية القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربي والإسلامية تطبيع السياسي واضح صحيح إنه خطير ولا يقل خطورة ولكنه من حيث الدرجة الاستراتيجية هو أقل خطورة لأنه اليوم خاصة مع حركة التحرر التي انطلقت في المنطقة العربي رغم انتكاسها في سنتين وثلاث سنوات الأخيرة بموجة الربيع العربي ولكن في العمق التطبيع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والرياضي هو من أخطر أنواع التطبيع لأنه يحاول أن يخترك كما قلت الوعي الشعبي الندوة خلصت إلى عدة توصيات حملت الإعلاميين العرب والفلسطينيين أمانة الدفاع عن قضية فلسطين من خلال خطوات عملية تستطيع مجتمعة تشكيل سور منيع تتكسر عليه كل محاولات إرضاق الأمة وإجبار شعبها على القبول بالكيان الصهيوني الباطل